السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم بإذن الله تعالى جبت لكم كيك رائع هش جدا بمقادر مضبوطة تتعلكم بالميلة اللي تتعلكم بالملعقة اللي ما عنداش الميزان وايضا اليوم إن شاء الله نعطيكم كل الأسرار الصغيرة والكبيرة باش ينجح معكم يجيكم طالع وخفيف امتقد من الداخل ما يجيش مع الجن نتمنى لكم تابعوا الفيديو للآخر وما تنسونيش بجام وتعليق وايضا إذا كنتم أول مرة تشاهدوني اتمنى منكم الضغط على زر اشترك اسفل الفيديو وتفعيل ايقونة الجرس لتصنع لكم وصفاتي الجديدة بسم الله على بركة الله حطيته هنا إذا كنت حبيت بيت يكونوا متوسطين الحجم بدرجة حرارة الغرفة يعني ما يكونش في فريجدير واللي كان عندها في فريجدير تخرجهم قبل بنص ساعة هنا غاد اندف السكر الملعقة السكر تكون كبيرة هكا مقبة ومعمرة عدنا 7 مغارف ونص رشات من الملح حوالي زوج قرامة الملح نخفق كل شي هنا مع بعض هذك السكر والبيض والملح حتى للضعف لحجم الخليط وحوالي هنا يا مدة الخفقة حوالي 4 دقائق حتى الخمسة واللي تخدم بالباطئ اكيد غادي تنقص في المقطة الآن هنا يا زيت غادي ندي نحط الزيت احنا الزيت عدنا الاول شي غادي نحط تلت ملاعق كبيرة من الزيت غيب شوية الزيت وهنا الترتيب في المكونات مهم جدا يعني ماشي منبعت دول مكونات وتخلطوهم ديركتهم الترتيب مهم جدا وطريقة التحضير مهمة جدا لحصول على نتيجة رائعة بإذن الله حطيت نحط كل تلت مغارف مع بعض ونخفق كل تلت مغارف ونخفق حتى اللي نخلط هذك الزيت وندخله بيان في اللابات التاعي هنا هي عندي زيت تسع ملاعق كبيرة من الزيت هذي تسع مغارف نحطوها على تروافة تلاتة في تلاتة في تلاتة ونقعدو ندربو في الخالب بتاعنا حتى اللي تحسو بيه تضعف لكم شوية ولكم كيما لاموس الان هنيا عندي المكون هنيا بتاعنا اللي يعطيه الهشاشة والخفية دايما نخدم لكم انا بالماء الماء هنيا حتى هو عدنا تسع ملاعق كبيرة من الماء لكن غدي نحطوها كلها دفعة واحدة ونبدأ نخفق كيما هكا ونخلط في المكونات التوعي كيما قلت لكم تقدروا تخدموه بالباطئ خدمت لكم غير بالفوي حتى دي تشوفو هنا واحدة لهاكا تشكلت لكم عفا هذيك هذيك الزبود من الفوقة ولا هذيك الفقاعد هنا خلاص ولساي هنا راني ندير في العطر يا اما فانيلا يا اما كارامل اللي بغيتو دير البطارون نوغا راني نخلط ونمزج في كل مكونات غاية والان جبت المكون الاخر اللي غادي تزيد يعطينا الكيك تعنا الطالع وخفيف اللي هو ملعقة كبيرة تحخل الملعقة الكبيرة هي اللي ناكلو بها العادية بعد اللي خلط كل مكونات عندي الفارينة ولا الدقيق الابيض راني هنا يا مغربلتها دفو راني مغربلتها زوج خطرات ولا فوتتها في المسفات الآن غادي نحط ست ملاعق كبيرة من الدقيق الابيض او الطاحين ولا الفارينة هنا نبدأ نجمعها كاف العجين ونخلط فيها غيب لا سباتيول ولا هنا يا غادي نحط لا سباتيول ونخدم بالفوي باش ما تقعديش ديك الفقاعة تاع الدقيق الابيض وما تعمليش مشاكل فلابات دفتها هنا يا زوج مغارف كبار تاع دقيق وراح هنا يا نحط وحدة اخميرة الحلوة واللي هي الفرفرة او البيكينج باودر عشر جرامات نواصل هاكا العجينة تاعي نخلط فيها احتى اللي نضيف كل الملاعق اللي اليوم قلت لكم مضبوطة جدا عندي عشر ملاعق كبيرة من الدقيق الابيض اللي هو الفارينة تاع خمسة واربعين خاصة بالحلويات واليوم استعملت الفارينة سافينة هاكا باش يكون عندكم للعلم لكل الاخوات هاكا باش تخرجكم نتيجة كما كيفية هنا بعد اللي خدمت بالفوي ها قلعت لقاديك الفقاعة توقع جبت هنا يا بول باش نقلع فيه شوية بدقيق ندي تلتم غارف كبار من عفوا من العجينة ونجيب هناي المسفات ونحط فيها ملعقة صغيرة من الكاكاو اما البني او الاسود لي توفر لكم وهنا نغرب له اكيد لا خطرش الكاكاو دايما يعملنا مشاكل فلابات نخلط هناي هادك الكاكاو في هدو كتلتم غارف كبارتا العجينة باش من بعد ان نعملو به داخل خطوط ويعطينا الشكل الرخامي في داخل الكيك هنا جبت المول اللي غادي نستعمله اليوم اما من زجاج اما من حديد اللي توفر لكم هنا عندي المول تايا حقيقة كبيرة نايا هنا دهنتها بشوية على الزيت نحطو في حاول ملعقة كبيرة على الزيت ندهنو كل الجوانب ندهنو غاية هنا على بريب لهذه الخطوة تعرفها كتير من السيدات لكن دائما نعملو حساب المبتدئات باش نورو لهم كل خطوات هناي رشة رشة من الدقيق نقطره شوية بعد نمشو هادك الدقيق كامل ولا نمشوه في جاعة المول وهادك الزيادة غادي نردها هنايا في الدقيق الابيض التاعي الان غادي اول شيء بسم الله نحط هنايا العجينة التاعي شوفوا القوامة على بات رح سائل مدامكم تخفوا لابات مدام العجينة الكيك بتاعكم يجيكم خفيف ويجيكم مشي معجن هنايا غادي ندير هاكا خطوط من اللابات او العجينة الملونة بالكاكاو بهذا الشكل ونعاود نضيف الطبقة الثانية حتى اللي نكمل كل طبقة اللي عندي سهل جدا في هاد المرحلة هنايا انا رانيش على الفرن او مسخنا الفرن تاعي على درش حرى 200 بعد نقص له الى 200 درجة وباش نوريكم طريقة الطهي التاعي هاليوم عطيتكم سر من اسرار طهي الكيك هنايا غادي نواصل كيما هاكا سهلة جدا الخطوات نعود لكم نقول لكم باللي المول اما من حديد ولا احتسلي كون معليش مهم ديروا له اما الدهان اللي هو الزبدة او المارغارين والفاني والفاني نعفون ولا الزيت اللي ما توفرت لهاش الزبدة ووصلت كيما هاكا كل الكمية حطيت العجينة البيضاء ثم السوداء ثم البيضاء اللي كملت بها وهنايا جينا اللي السر الطهي التاعها لكن قبل هادا غادي نخطط شوية هادا المول هاكا باش يخرج لي كل فقاعات الهواء اللي تكون الداخل اهنا جلت هنايا اه اناء حديدي حطيت فيه ماء ساخن غادي ندخلها للفرن نحطوه على جنب وندخلو الكيك تاعنا ايضايا حطيتها هنايا في الفوق غادي نديرها ايضايا نخليه مدة نصف ساعة نشعل عليهم بتحتها مبعد نزيده عشر دقائق باش يتحمر لي من الفوقه حطى التمنى دقائق ما تكترلاش بزاف طياب ومبعد يخي يخرج نشوفو في شكله النهائي هنا شكلتاها النهائي بعد لي ديمولي تعمل ملمول بطريقة سهلة يعني ما غادي شيخ بنكمو اللي يلسق هنا جبت للتزين تاها جبت لها مرباء تاع المشماش او الكونفيتور تاع الابريكو وغادي نمسح له هنايا مسحها خفيفة كما تقدروا تديرو لجولي اللي تكون عندها لجولي هنا نمسحوه من كل الجوانب باش نعطور له هدي كله مع الخفيفة اللي تبغى تخليها كاللي تبغى دي لها نواة كوكو انا اليوم اختارت الكوكاو محمص وهنايا حمصته ورحيتها بالخشين كما تقدروا تديرو اللوز ايفيلي اللي بغيتو اللي توفر عندكم سينو اللي ما عنداش قل لكم تدير جوز الهند ولا تخليها كغير بالكونفيتور وصاي هنايا غادي نخليها هنايا كما هكا ويعني احتي برد تماما باش نقطعه ونوريكم كيفاش قطعته وكيفاش جانا من داخل هنايا اخواتي راني نقطع فيها امامكم شوفو جاني ما شاء الله جاء خفيفة ريشة بمعنى الكلمة بنته ولا ارواح انت منكم قاعد جربوه وانشاء الله تقولوا لي في تعليقكم كما راكم معاوديني وينجح معاكم واي استفسار راني هنايا انشاء الله في عدد تعليق تاعكم انشاء الله رد عليكم جميعا ولوان ارى التعليق كبيلا انشاء الله وبالزاف لكن نحاول نحاول ننرض عليكم جاع انشاء الله حناشوفو ما شاء الله كيفاش جاء كيفاش جاء ما الداخل جاء معتقاب جاء خاوي جاء خفيف لدرجة قولكم ريشة شوفوا معايا هنى شوفوا الشكل تاعه هنى يا رائع معايا نقولكم انشاء الله وصفة اليوم كانت خفيف عليكم واناية وفتكم بكل أسرار على الكيك إن شاء الله تجربوه إن شاء الله ينجح معكم استودعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته